اشتركوا في القناة مرتبط ببناتنا مرتبط بولادنا مرتبط بينا اكبار وحتى عجزة في بعض الاحيان خصور بعدي اللي حوجات باش يوجد كيوجد بسهولة يمكن تلقاه بسهولة تقتانيه بسهولة كتناوله بسهولة ولكن إلا بغيت يتبعد منه تما فين كين الصعوبة إلا بحتي على المدار تما فين كتلقى الصعوبة كيخصكليه وقيده قره ورقد النبره وطريف منه حضي راسك من الحشيش ما دين تكلموا على هاد الموضوع بكل صراحة هاد الموضوع للأسف ولداتنا ابنياتنا تبلوا بيه وكيتبلوا بيه باستمرار كيشكلوا زباناء ديال المستقبل ديال المتاجرين في مستقبل العباد والبلاد كيشكلوا مورد مالي مهم الناس ما كيهمهم غير يراكموا الثروات ويجمعوا الفلوس الحشيش مستمعي يا الكرام في كل درب في كل حومة في كل زنقة في كل حي في كل مدينة الحشيش مستمعي يا الكرام كيضمرنا بشكل متواصل كيضمر ولداتنا كيضمر شبابنا انتي عندك ولية ديالك وعندك بنت عمرك تصورتي انه ولدك يتبله بالحشيش عمرك تصورتي انه بنتك تكمي الحشيش انت عمرك ما تصورتي ولا اعتقتي باللي اخوك كي يكمي الحشيش كنقولو كيتحشو وهذا العبارة كتكون قاسحة بزاف وولد فلانا لا يذكرها كيتحشش بنت فلانا مش رحصلوها كتكمي الحشيش الحشيش في مؤسساتنا الدراسية في إداراتنا في شركاتنا في ملاعبنا في مقاهينا في مسارحنا في قاعات السينيما فين ما مشيتي لابد تلقى الحشيش اه يا اياش حلمواحد ده باقي ما فتخ شاي وباقي ما كمشاي الجوان اللوول ما غيحملش لإذاعة وما غيحملش برنامج حدي راسك وما غيحملنيش ولكن مع ذلك حدي راسك من الحشيش لأنه كيدم مرك وحدي راسك من الحشيش باش متبلش به وحدي راسك من الحشيش باش ميدخلش لضارك من حيث لم تكن تحتاسيب يدخله ولادك أنت صنطي نفسك تربيتي بطريقة معينة ما تبليتي لا بقر ولا بحشيش ولكن ولادك ره ماشي بمعزيل على هاد المشكل ره يمكن ولدك ولا بنتك اللي كتشوف فيه باري واللي ما كيديرتاش يتصرف يخليك تشك فيه مبلي بالحشيش وانت غافل حتى الغداء عاد تبدأي وتبدأ تقول هان دامتي أحضير أسك لابد أننا نعرفوه شنا هو الحشيش بالنسبة لي ما كيعرفوه شاي ولكن خلصا نفهموه بالليل لأسف هاد الحشيش ولا منتشر في المجتمع دي أنه بحال انتشار أي حاجة بحال المشروبات الغازية ولكن مخبين وعنما إنما وموجود ومنتشر والسوق مكتافية منه وإلا كيفاش نفسره أن عدد المذمينين اللي بالملايين كلهم كيلقوا حاجتهم وكلهم من العشية للعشية ولا صباح صباح ولا في أي وقت كيم كلهم يمشيوا يتقداوا الحشيش من المكان اللي كيتباع فيه بحالة غاد يخرج للحان وتشري صابونة أو يمشي لأي مركز تجاري يأخذ ياغورت هذا أمر يمكن ما نختلفوش كتير فيه وخاك نحاولوه نخبيوه هاد الحقيقة الحشيش كنعرفوه أنه هو الجزء المخفف اللي كيتجمع من القمة ديالزهرات أنثى نابات القنب الكانابيس سنعرفوه أن البانغو وهذا البانغو يستعمل كثيراً في دول عربية أخرى غير رائدة في إنتاج الحشيش والكيف هو الأوراق الجافة والبودور ديال نفس النابات هو الماري والزرعة ديال الكيف كيتصوب منها ما يسمى بالبانغو طبعاً هو أقل جودة من الحشيش الماريخوانا هي مستخلصة من أي جزء من الأجزاء ديال هاد النبتة أي جزء كيمكن نصوب منه الماريخوانا المادة الفعالة اللي كينا في هاد الحشيش كتسمى التيتراهيدروكانابينو هاد المادة هي المسؤولة على الحالة اللي كنوصلو لها لما كان كميه الحشيش الحشيش طبعاً كيتدخن عن طريق الصجائر لما الإنسان كيفتخ جوان بقاره أو عن طريق الشيشة هاد الشيشة اللي ولادك تغزو بلادنا بحيث أنه كيتتوضع طريف منه فريتيتات منه مع المعسل في الشيشة وكيتتكمى وكي اللي كيمشي أبعد وكيمكنه يشربو مع القهوة أو يخلطو مع الحالويات والعسل المربى وغيرها وفي هاد الحالة كيولي اسميتو المعجون هاد الحشيش كيفاش كيوصلنا للحالة اللي احنا كنوصلو لها لما كان كميه هو كيقوم بوحد العملية ديال التخليط ديال الدمج ما بين الاستثارة والتهبيط للجهاز العصابي المركزي جوج حويش كيثير ويهبط الجهاز العصابي المركزي وطبعاً التأثير ديالو كيمتد التأثير على الناشاط العقلي وعنده علاقة بالنوع ديال الحشيش والجرعة اللي كيتناولها الفرد منه أحضير أسك كيقولوا الخبراء والباحثين أن الحشيش مادة مسببة لهالواسة كتسبب إدمان نفسي وماشي إدمان جسدي حقيقي نظراً العادة موجود أعراض ما يسمى بنسحاب له ولكن كين الإدمان النفسي على هذا الحشيش الحشيش كيسبب فقد الإدراك الوقت والمكان وكاللاحظوا باللدقائق كتبدأ تمر كأنها ساعات والآماكن القريبة كتبان بعيدة وهذا من أكبر الأسباب ديال حوادث السير على الطرقات مع الزيادة ديال الجرعة لأن الإنسان وهذه الخطورة اللي كينا في الحشيش وفي الكحول اللي مبلي وما كيعرفش يتحكم في نفسه كي يقول لي كي يبلو بلي إلا زاد الجرعة غادي يزيد يستمتع أكتر ولكن العكس هو اللي كيوقع لما الإنسان كي يكمي الجوان الأول وكي يزيد الجوان الثاني وكي بدي يحسب هذيك النشوة اللي هي طبعاً الحضية اللي تكلمنا عليها كي يبلو بلي خصو يزيد مازالي كمي باش يزيد يحسب ذيك النشوة أكتر هنا كالتعكس الآية وكيتفقد الإحساس بالنشوة ويستبدل بإحساس كيتدرج من الحزن الغضب حتى الشعور بجنون العظمة حتى النوبات الغضب الشديدة وهذا علش كتلقاو أنه اللي كي يكمي والحشيش بزاف كترتافع درجات العدوانية عندهم لما كتقيصوا إيركا تقيصوا بحال كنقولوا بدرجتنا كي يشعل كتزداد الشهية وخصوصاً للحلويات وهذا طبعاً كي نبقنا باش نهي الأضرار الصحية اللي يمكن نوقعو فيها كالتاسع الحضاقة ديال العين وكيزيد المعدل ديال ضرابات القلب وطبعاً باستمرار تناول ديال الحشيش كتزاد الالتهابات الصدرية بالنسبة للرجال شحل من واحد منا معشر الرجال نعتقد أن تناولنا للحشيش أو المعجون كيزيد من القدرة الجنسية ديالنا ولكن العكس هو الصحيح مع الوقت تناول هذا الحشيش كيقلل من نسبة الهورمون الذكوري مع زيادة الخطأ في إعداد الحيوانات المناوية ووضع الطيراء بالحركة ديالهم وهذا على بعض الناس اللي كيكونوا كيكميوا الحشيش لما كيولدوا الوليدات ديالهم ما كيكونوش أسوياء الجنين ما كيكون شيء مضبوط في البناء دياله في الراحم ديال الأم وحتى لما كيخرج كراضيع ما كيكون شيء في صحة جيدة بالنسبة للسيدات المتعاطيات العيلات اللي كيكميوا الحشيش كتوقع الطيرابات في الضورة الشهرية وكيكون هناك فاشل في التبويض وخصنا نعرف أن الحشيش في الحرب العالمية التانية كان كي تستعمل كواسيلة لانتزاع الحقيقة من الأسراء المقبوض عليهم وكان كي تستخدم بالحقن كي تقولهم الحشيش في العرق باش كي بدوا يقروا عشنو مخبين أحضير أسك متناول الحشيش بالضرورة كيكون إنسان ضعيف الشخصية وحتى لك كانت شخصيته قوية في البداية كتبقى غادة وكالضعاف كتهزال شخصيته بحال كيهزال الجسم دياله والمشكل أن اللي ينبلي بالحشيش كي يعرف باللي راه تبلي بشي حاجة خيبة وكي يتمنى أنه يقطع هاد الحشيش ولكن ما كيقدرش وهناك يخص نوقفه ونصطره بصطرح مر أن الإنسان كيدخل رأسه في واحد الكهف في واحد الماتاها وهو ما رسمش الطريق باش يرجع وحتى لرسمها ما حده هو غادي والرسم من خلفه كيتمحى ما غيقدرش يرجع الطريق اللي يمشى منها وهذا على شكل القاوة الدول كتخلق مراكز المحاربة الإدمان وهو اللي وصلنا له في المغرب بحيث مجموعة ديال المدون اليوم ولت فيها مراكز تابعة المستشفيات اللي الدور ديالها هو أنها تعتق الشبان وحتى الكبار اللي بغاوة تخلصوا من هاد البلية ديال الحشيش ولكن ما قادرينش كتلقى الواحد مننا اللي كيخدم مثلا بواحد ستين ولا تمانين ولا مئة درهم في النهار كيقيل كيضرب تمارا وهالظاهرة كينا خصا عند الحريفية كينا عند البنايا كينا عند القباصة كينا عند الصباغة كينا عند النشجرة كيقيل كيضرب تمارا وكيعرق وكيينشف وفي العشية كيهز خمسين درهم وكيديها اللي بزناس وكيهز مبلغ آخر وكيديها المولد ديطاي وكيمشي عند القلاي كيشيرين نيبرو وكياخد قهوة وكيحطوا حد ستين سبعين ثمانين درهم من عرقوا ديال النهار كله باش يكمي جوج أو ثلاثة ديال الجوانات فشوفوا يا مستمعي الكرام حجم الضرار هذا هاللي بسيط أما كان أضرار وأضرار أخطر وأخطر بكثير أحضير أسك أحضير أسك من الحشيش وطبعاً كنعرفوه علاش كنكمي والحشيش ظاهريين كنكمي والحشيش باش نترفعو باش نتبوقو باش ندوخو باش نحسو بواحد النشوة المتعاطي كيبدأ بأنه كيحس بالنشوة واحد شوية كيبدأ كيحس بالجوع فاشنه هو مرض هات الجوع؟ عمركم تسألتو كيقولك يا سيدي أنه جوع كاذب الحشيش هو اللي كيعطينا الشعور به الشيء اللي كيدفعنا بناهم شديد أنه نناكله واشنه كناكله بالدرجة الأولى؟ ما هو حلو لحقاش الحشيش كيخضر قيم الإحساس بالشباع وكيأدي الاحتراق لمادة السكرية في الجسم الحشيش في البداية ديل التناول ديله كيعطينا واحد شعور بالسرور كيدفعنا للضاحك والقهقاها لأتفه الأسباب هذا لشيء البعض كيقولك وضيخصنا كله المعجون نضحكوا شوية والكرام اللي غاد يضحك بين قوسين ما احترامي للكم كنا تحجروا من بعد على أيين فكنا بدون نضحكولي أتفه الأسباب يعلل ذلك بالنسبة للباحثين أن الحشيش كي نبه المراكز العليا الحساسة في المخ وكيخضر المراكز الدنيا فيه وإذا بغينا نحلوه للجانب كيخصنا حلقات وحلقات من هذا البرنامج بسبب تعاطي الحشيش كيمكن المرض تعرض للإجهاد والمسرفون من المتعاطين كيتصابوا بأعراض التدهور الصحي حلقنا كيرقاقوا كيبدأ الإنسان كيضعاف كينشي واحد يلي كيشوف شي حد كيشوفهم للقدام وكيشوفهم للخلف كيقول لك هذا كيكمي الحشيش يقول لك بابين ممصوص هذا كيكمي الحشيش وبالفعل في كتير من الأحيان هذه الرؤية كتكون صحيحة المتناول ديال الحشيش باستمرار المقاومة ديالجسد دياله الأمراض كتولي مقاومة ضعيفة جدا وكتصاب الأسنان بالتدهور والتلاف وهذا علاش الناس اللي كيكميوا الحشيش كيلاحظوا بالسنان ديالهم كيبدأوا تسوسوا كيبدأوا كحالوا كيبدأوا تهرسوا وكيكونوا مضطرين يمكن يبدلوا الفم وهما باقين في 24-25 عام فإلا وقفتوا على القضية ديال الحشيش كييدمر الأسنان واش كتعرفوا أن الميناء ديال الأسنان من أصلب المواد اللي كينين في الجسم ديالنا صح من قاع العظام اللي كينين في الجسم هو الميناء ديال الأسنان ومع ذلك هاد الحشيش كييدمروا إلا كانت أصلب مادة في الجسم تدمر بالحشيش واشنو غنقولوا على ديك الرياء وعلى البلعوم وعلى الليسان وعلى مختلف المناطق اللي كيختار قاد دخان قبل ما نعودوك نرجعوه من الأنف ديالنا في كتير من الأحيان باش نبانو راح نواعرين وكن عارفون كميو ندمر كل الأماكن التي يمروا عبرها دخان الحشيش حقائق كتير على هذا الحشيش مستمعي يا الكرام بيرجاء أنكم تبحثوا فيها وتقرأوا عليها وتنبهوا ليداتكم في ليلها من اللي نكونوا قلسين في الطابلة لما كلا لشن هضروف أحوال الناس يمكن نفتحوا موضوعه ونناقشوه ودائما كنذكر واحد الأمر بالغ لأهمية مواطن من المواطنين تصل في البرنامج من البرامج اللي تشرفت بتقديمها للكم وقال بأنه منظيم القواعد الأساسية في حياته أنه من الجمعة لجمعة يدير اجتماع مع أفراد الأسرة دياله مع أولاده ومع بناته يقلسهم حول المائدة ويفتح الحيوار يقول لهم يا الله ليه عنده شي حاجة يقولها ليه عنده شي ملاحظة في الدار ليه عنده شي ملاحظة عليك أب ليه عنده شي ملاحظة على مماكم ها هي وإحنا أيضا غدي نبدو الملاحظات ديالنا ونتناقشو ونفتحو موضوع ونناقشو باللي كتسال الملاحظات والأشياء اللي مرات في الأسبوع كيم كن نوضعو هاد الموضوع ديال الحشيش للنقاش مع أوليداتنا مع أخوتنا علاش هاد الأسلوب ديال الحوار وديال النقاش داخل الأوسار ما كين شي نتمنى إليك أنتو كتسمعو هاد البرنامج خضو هاد اليوم بداية وسنو هاد القاعدة مرّا على الأقل في الأسبوع نقلسو حول ما إذا نعطوه لبعضنا لوقت لأولادنا ونتناقشو في موضوع ما تأكدو أن النتائج ستكون مهمة ومهمة جدا الحشيش والجنس حقائق مغلوطة عند عدد كبير من الشبان ومن الشبات ما هي الحقيقة؟ عدد كبير من الشبان خصوصا هوات الصفار والمغابرات كثير منهم يروجون الفكرة أن الحشيش يضاعف الموت على الجنسية عن طريق إطالة الفطراء العملية للجيمة ولكن هذا الشي خاطئ لأنه من بعد شنو يوقع؟ كتأكد دراسات العلمية المتخصصة أن الحشيش يؤدي لنخفاض مستوى الهرمون الذكوري في الدم الشي اللي كي يؤدي لتأنث الجسم وتضخم التديين وبالتالي الضعف الجنسي الناس اللي كيتناولوا الحشيش بكثرة في نهاية المطاف كيتصابوا بالعجز الجنسي وكيقول لهم اضطرين أنهم يتعطوا العقاقير أو كيجيوهم لهم راسهم بالمخصومة يزيدوا كمي وكثرة باش يرجعوا لذك الشي اللي كانوا فيش حال هادي وهذا هو الخطأ الخطير والخطير جدا الراجل كيقول يضعيف جنسيا المرأة اللي ما بيد ديالها كيضعاف الإجهاد كيوقع لها وحتى هي تتبلد جنسيا فحداري هناك أفكار خاطئة حول هاد الموضوع الأفكار الخاطئة أمنين كتجي في نظركم لما تكلمنا على الإشهار في يوم من الأيام وقلنا باللي الناس اللي عندهم بضائع كيعملوا المستحيل باش يشهروها وهذا من حقهم باش يبيعوه في بعض الأحيان قاعد يمكن يكذبوا عنا في الإشارات ديالهم فهل تجار الحاشيش اللي كيروجو مليارات الدولارات ما عندهمش وسائلهم للترويج لبضاعتهم ثورة واش تسألتو شنه هي الوسائل ديال الترويج طبعا ما كتشوفو شاي واصلات إشهارية دي سبوت بيبليسي تاغ على شاشة تليفزيون كتتتحثكم على تناول الحاشيش ولكن مع ذلك الحاشيش موجود وينتشر باستمرار عنده وسائل للإشهار في نظركم شنه ديال الحاشيش كفاشكي شهرول هاد المادة منظم الأساليب هي رعاية مجموعة ديال الفنانين والمغنيين لأسلوبهم في الغناء وتناولهم الكلمات معينة والمواضيع معينة تحث بشكلين وبطريقة غير مباشرة على تناول الحاشيش على وجه الخصوص وباقي المسكيرات كي المغنيين ميزانيات كبيرة كتوصلهم من عند حشاشين من عند أباطرة باش يبدعو أغاني اللي تسمعها انت وتبغي تفتخش جوان اللي توضعك في الأجواء ديال القصارى وفي الأجواء ديال البليا وفي الأجواء ديال النحيراف وفي الأجواء ديال تفسخ الأخلاقي كين هاد الجانب مستمعي يا الكرام كين عود الإشهار المباشر الناس اللي كيبيعوا الحاشيش كيمنهجوها الطريقة اشنا هو هذا الإشهار المباشر هو أنهم في كل مؤسسة دراسية عندهم ولدات اللي كيكونوا بلوهم بطرقهم اللي كيولي هما كيشكلوا طريقة البيع وطريقة الإشهار والبداية حسب السن مشي بالضرورة تكون مباشرة بالحشيش كيمكن تبدأ بالمعجون وهذاك المعجون في تدروج في الأول كيكون على شكل الشوكولات وكيبقى غادي وكييتحول وكييتبدل حتى كيولي معجون ولا حقه وطريقه ومن بعد كيولي حشيش وغيره أساليب كتيرة كتنهجها هاد العصابات اللي كيخصنح ديوم منها راسنا باش تبليننا ولداتنا وباش تضمن دائما زبناء في السوق حيط لتقطعوا الزبناء ديالها ديال البيضاعة ديالها اللي هي الحشيش غد تقطع الموارد المالية الضخمة جدا عرفوهم السماعي الكرام أنه الكيلو ديال الحشيش إلا كان كيخرج من المصدر دياله بحوالي سبعة لف درهم لما كيتوزعوا كيتقسم كيعطي ربح ديال 15 ألف درهم حتى الـ 25 ألف درهم في الكيلو الواحد على حساب واش بعناق هادك الحشيش الصافي ولا خلطناه بمواد أخرى وهنا الخطورة الأكبر أحضي راسك أحضي راسكم من الحشيش أنتم اللي مبليين ره ماشي مستحيل أنكم تقطعوا الحشيش ماشي مستحيل أنكم ما تبقوا شيخ دامين على وحدين ناعسين في فيلاتهم الكبيرة وفي قصورهم الصغيرة وعايشين على حسابكم أنتم ما تضربوا تمارا وتعرقوا وتديوا لهم الفلوس من العشية للعشية باقي بإمكانكم تغيروا هذا المنكر اللي هو فيكم بإمكانكم تقطعوا الحشيش ما كان حتى حاجة مستحيلة على الإنسان باقي في إمكانكم أنكم تستفدوا من الهيبة اللي أعطاكم الله من الميزة اللي أعطاكم الله وميزكم بها على سائر المخلوقات اللي هو العقل هذا العقل اللي كتبشي وتشريوا ليه الحشيش باش تنعسوه باش تبلدوه باش تجمدوه وتخدروه تصورو ربي أعطاك واحد لهيبة وانت أكد بشي تدير المستحيل باش هذه الهيبة اللي أعطاك لله تقلسها ما تخدم شي اللي هو العقل فالآن خدم عقلك وحاول أنك تدير المستحيل باش تقطع الحشيش وراه ممكن تقطعوه وكين تجارب وحنا سمعنا السفؤاد 26 عام ووكي كمي ومع ذلك قطع الحشيش وغادي يربح السنوات اللي جاية من عمره في المستقبل ما غا تبقاش حتى هي خسارة في خسارة أحضر أسك المشكل دي للحشيش ما كنقوله شي إنه غايتحلم لغة سنة هذه الحلقة ولكن على الأقل إذا كان مننا عداد من الناس اللي كيستمعوا مبليين وحركنا فيهم الإيرادة أنهم يقطعوا الحشيش غادي نكونوا بلغنا واحد الهدف دير هذا البرنامج تزيد تراقبهم أكتر بك نقولهش أنك تضيق عليهم أنك تعيشهم في الدكتاتورية ولكن هناك أساليب تربوية حديثة مزيانة كيمكن راقبوا أولادنا وكيمكن ما نخليهم شي يتبلاو بالحشيش مكلمة أخرى لو صباح النور يبدو أنها ستكون الأخيرة مع الاعتدار للإخوان والأخوات دي الفيس تعاليكم كتير وكتير جدا على صفحة للبرنامج حضير راسك تعاليكم كل هكا تبشي في الأيطار دي لأننا يخصنا أولا نبدو الحديان من دارنا نبدو الحديان لنفسنا حضير راسك برنامج حضير راسك محمد عمورة بكل حب يحييكم إلى اللقاء